ينقش مجلس الأمن الدولي اليوم التحديات التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بطلب من الأردن هذا ومن المقرر أن يقدم المفاوض العام للأونروا إحاطة لأعضاء المجلس وبحضور عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء تشمل الوضع الإنساني المتردي في قطع غزة ودور الأونروا في تقديم المساعدات الغذائية والرعاية الصحية إضافة إلى الآثار الخطيرة للصراف على عمليات الوكالة وتشن إسرائيل حملة تحرضية ضد وكالة الأونروا وتسعى إلى تفكيكها واستبدالها بهيئات بديلة ما دفع 16 دولة إلى تعليق تمويلها للوكالة من بينها ثلاث دول أعضاء في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة ترجمة نانسي قنقر